شكرا سيد الرئيس تود كل من مؤسسة السلام ومنظمة أمريكي ومناجر الديمقراطية في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومركز البحرين للحقوق الإنسان أن تسترعي انتباه المجلس إلى استهداف القوات العسكرية للكوادر الطبية في يوم السادس عشر من شهر مارس 2011 والذي اتخذه البحرانيون يوما وطنيا لانتهاك الحياد الطبي ففي ذلك اليوم اقتحمت القوات العسكرية مستشفى السلمانية وانتشرت بأسلحتها في أرويقة وأجناحة المستشفى وشنت حملة اعتقالات واسعة لمختلف الكوادر الطبية التي شاركت في إسعاف وعلاج الجرحة والمصابين وأود الإشارة هنا إلى ما تعرض له الجراح الاستشاري دكتور علي العكري الذي لا زال خلف القضبان حيث تم اعتقاله من غرفة العمليات حافي القدمين وجرجرته أمام مرأة ومنظر الجميع بصورة مهينة وحاطة بالكرامة كما أشير هنا إلى السياسة الممنهجة التي مارستها حكومة البحرين حيث تم تجريد الكوادر الطبية الشيعية من مناصبهم الإدارية وممارسة مختلف أنواع الضغوطات بهدف التشفي والانتقام ومما يجدر ذكره أن اللجنة المستقلة لتقص الحقائق قد وثقت عددا من حالات الفصم العمل والانتهاكات التي تعرضت لها الكوادر الطبية وبقية الكوادر المهنية والنقابية والعمالية ونتيجة للضغوط الدولية والمنظمات النقابية تجاه هذه الانتهاكات تم إبرام اتفاق بين منظمة العمل الدولية وأطراف الانتاج الثلاثة حيث يقضي الاتفاق بأعادة 165 مفصولا من من وثقت حالاتهم إلى أعمالهم وبالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مع حكومة البحرين إلا أنها لحد الآن لم تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاق إذ لا زال أكثر من 80 مفصولا من مختلف القطاعات لم يعادوا إلى أعمالهم السيد الرئيس إننا نطلب من مجلسكم الموقر مواصلة الجود والاستمرار في ممارسة صلاحياتكم لإعادة الحياد الطبي إلى وضعه الطبيعي كما نطلب من منظمة العمل الدولية إعادة النظر في الاتفاقية المشارئ إليها أعلى وابتعاث لجنة دولية لمتابعة إنها ملف القطولين جميعا شكرا